اشتركوا في القناة بالتأكيد هيكون فيها كواليس والتفاصيل مهمة جدا وبالتأكيد هنتابع كل المستجدات اللي موجودة على الساحة الرياضية وهنتوصل معاكم بالتأكيد في كشف كافة التفاصيل المتعلقة بقرأة منديال الاندية اللي هتجرى بإذن الله بعد غد الخميس في تمام الساعة السامنة مساء بتوقيت القاهرة في مدينة تاميامي بولاية فولوريدا حدث استثنائي بالتأكيد بحضور النادي الاهلي مع كبار اندية العالم وحلقة الامس بالتأكيد كان فيه رد فعلي كبير جدا وصدق كبير جدا كمال النهاردة هنتكلم على النادي الاهلي بيستعد ازاي لمباراة أورلاندو بايرتس الفرين النهاردة راحة سلبية ولكن عندنا اخبار جيدة اخبار مبشرة حضراتكم بشأن القايمة اللي هتسافر بكرة بإذن الله الى جوهانيس بيرجي استعدادا لهذه المواجهة الصعبة جدا اللي هيكون موعدها بإذن الله يوم السبت الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة ولكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل عايز اشكر كل المواقع الرياضية وكل الزملاء الصحفيين وكل الناس اللي عندها بتجات على السوشيال ميديا التفاعل بالامس مع حلقة برنامج التريند الحمد لله كانت تفاعل كبير جدا والناس الحمد لله بتثق فينا ثقة كبيرة وثقة عمياء لما نتكلم على تصنيف الاندية اللي هتشارك في منديال الاندية قبل القرع ب72 ساعة ونتكلم في التفاصيل ونقول الاندية المصنفة ايه والاهلي تصنيفه الكام والهلال السعودي والريال والسيتي وفرق امريكا الجنوبية والناس على طول تعتمد ورانا بدون ما تراجع او تتأكد دي بالتأكيد معناها ان فيه ثقة كبيرة جدا من المحتوى اللي بنقدمه هنا على شاشة القناة الاهلي من خلال برنامج التريند ودايما احنا بنحاول قدر الامكان نقدم لحضراتكم المعلومة المجردة من اي انتماء سهل جدا كان اي حد يقولك اذا الاهلي تصنيف ثالث اعمل نفسك مش واخد بالك يوم القرع لما يتقال ما فيش مشكلة لكن بالعكس ما عندناش حاجة تستخبى وجودك في محفل كبير زي ده اكيد ليه رصيد كبير جدا عند اسم النادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي وكل الاجتماعات اللي بيعملها الاتحاد الدولي بتلايه دايما النادي الاهلي جنبا الى جنب مع الريال مدريد مع اليوفي مع البيرن مع بي اس جي باريس سان جيرمان فشيء رائع وشيء جيد وحتى لو تصنيف ثالث ما احنا شرحنا قواعد القرع وان القواعد اللي وضحها الاتحاد الدولي بشأن توزيع الفرق في هذه البطولة المستحدثة اللي هتقام لأول مرة بمشاركة 32 نادي ولكن كل المواقع الرياضية بمختلف انتمائتها حتى المواقع الجماهرية زكرت برنامج التريند زكرت قناة الاهلي اصبحت قناة الاهلي مصدر رسمي لكافة الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي وحتى غير النادي الاهلي والناس الحمد لله مش محتاجة تراجع ورانا الحاجة اللي بنقولها بعد يوم واثنين واسبوع بتتقال احنا وصلنا لمرحلة الحمد لله والفضل لله يعني بعد جهد كبير ان بقينا مصدر رئيسي واساسي في اخبار الكرة الافريقية واخبار الكرة العالمية سواف الاتحاد الافريقيا والاتحاد الدولي لدرجة حتى النهاردة لما تلاقي اوسع الصحف واكبر الصحف في انجلترا اديلي ميل النهاردة بتتكلم على نرسم القرع وتصنيف الاندية ادنكم على الشاشة هو الديلي ميل امبارح وهي صبعا صحيفة بريطانية كبيرة والاكثر والاوسع انتشارا في القرى الاوروبية النهاردة نشرت الكلام ده تعقيبا بقى على الاتقال امبارح في برنامج الترند واللي بالتأكيد عمل صدى كبير جدا لما نسبق الديلي ميل ب24 ساعة في حدث مهم جدا زي ده وقبل الاتحاد الدولي ما يعلنوا لكافة وسالي الاعلام او حتى يختر بيه الاندية على المستوى الرسمي اذا هنا على شاشة قناة الاهلي ومن خلال برنامج الترند ومن خلال كل برامج القناة حارس الاهلي الكابتين احمد شبير مالك وكتابة مع المهندس عدل القيع والاستاذ برامير بن يرسي هتشوفوا مادة اعلامية على اعلى مستوى وبإذن الله ان شاء الله برضو في الساعات اللي جاية وفي الايام القادمة عندنا اخبار كتيرة بالتأكيد هنقولها لحضركم لكن مهم جدا كنت ابدأ حلقة النهاردة واشكر كل الناس اللي تفعلت وذكرت اسم القناة وذكرت اسم البرنامج وذكرت ودة المصدر وقالت مصدر الخبر منين وطلع منين فزين طبعا ان البعض فيه بيبقى عنده حساسية شوية ان هو يقول المصدر بس ما عندناش مشكلة احنا بنتعامل بشفافية مع الجميع ما عندناش مشاكل معاي حد ولكن لما بيقول معلومة بنبقى حارسين جدا ان احنا نوصل لحضراتكم المعلومة الاكيدة والحصرية والنهاردة هكمل في الملف ده وعند تفاصيل جديدة والنهاردة وانا اقول لحضراتكم التصنيف بشكل رسمي الاتحاد الدولي بقى هتممزه قليل لكل الاندية كل اللي انا قلناه بارح الحمد لله النهاردة هتسمعوه وتشوفوه بقى صوت وصورة على الشاشة من خلال وقائع رسمية لشكل القرعة وعاء كل فرق هتبقى موجودة في التصنيف اي بي سي دي ازاي المباريات بتاعت النادي الاهل هتبدأ من مين وتختم بمين نايس بس نعرف المكافئات امتى والمدينة فين ولكن في السياق الحلقة وإحنا شغالين لعله عصر تيجي رسالة كده يكون فيها تفاصيل جديدة اقول لحضراتكم بالتأكيد كافة المعلومات من خلال برنامج ألترنت دي نقطة مهمة جدا كان لازم ابدأ بها النقطة التانية بعد انبارح الموقع الرسمي وقناة الاهل اعلنت تعذر صفر الكابتن محمود الخطيب الى الولايات المتحدة الامريكية نتيجة تعبه ومرضه بسبب نزلة برد شديدة ناس كتيرة قلقت وقلق الناس على الكابتن اكيد منطقي جدا لان الكابتن محمود الخطيب واحد من رموز الكرة المصرية واحد اساطير النادي الاهل والكرة المصرية انا عايز اطمن حضراتكم بعد تواصلنا مع اسرة الكابتن محمود الخطيب الحمد لله الكابتن بخير وبدأ يتعافى وبإذن الله خلال ايام هيكون متواجد في النادي الاهلي يمارس مهام عمله بشكل جيد جدا طبعا كان فيه نصيحة طبية من الطبيب المعالج ليه سفر الى امريكا انت بتتكلم في 16-18 ساعة طيران فيها ترانزيت في الدوحة يعني رحلة سفر صعبة جدا فالطبيب المعالج كان له وجهت نظر ورأي طبي ان الكابتن ما ينفعش يكون متواجد في رحلة زي دي عشان ما يبقاش فيه مضاعفات فبالتالي بالتأكيد نتمنى سلامته ونتمنى ان احنا نتطمن عليه ونشوفه في مقر النادي في الجزيرة بيعقد اجتماعات بيحضر الاجتماع عن مجلس الإدارة القادم التحذير للسفر الى الدوحة عندهم ملفات وعندهم تفاصيل كثيرة جدا وعايز ان لكم يمكن يوميا في النادي الاهلي فيه شغل يعني فيه شغلة نشاط اجتماعات يومية مع الفيفا مع التحاد الكورة بتشتغل مع فاني الاول بتشتغل مع النشاط الرياضي بتشتغل مع كرة النسائية فبإذن الله ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون فيه نتائج على قدر التعب والمجهود اللي بتبزله كل الادارات التنفيذية داخل النادي الاهلي وعلى رأساه بالتأكيد رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب الف مليون سلام عليك وان شاء الله بإذن الله يكون مع الفريق ان شاء الله في بطولة انتر كونتينلتا في الدوحة لما الفريق سافر يوم 10 ديسمبر طب ده موضوع تاني كان لازم أبدأ بيه النهاردة النهاردة الفقرة الحوارية معنا ضيف هنتكلم معها على السوشيال ميديا زي ما انتو عارفين الفقرات الحوارية في برنامج التريند مختلفة وكل يوم عندنا موضوع مختلف عن اليوم اللي قبله أو حتى اليوم اللي يقعده فالنهاردة هنتكلم على السوشيال ميديا صناعة المحتوى على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بنشوف كلام كتير جدا ضد لعاب النادي الأهلي سكرينات على السوشيال ميديا هل صنع المحتوى دروا الإيجابي إيه وعشان يبقى فيه تواصل مع الميديا وعشان يكون فيه تواصل مع الجماهير اللي مش متفعل على السوشيال ميديا بس بتقرأ اللي بتشوفه ده وتصدقه أو ما تصدقوش ملفات كتيرة وكواليس كتيرة هنتكلم السوشيال ميديا بينقاشها إزاي سواء في عقوبة إمام عشور سواء في مسألة التحكيم والأخطاء التحكمية مش كويسة لكن النهاردة هيكون معنا فرصة إيجابية جدا واحد من صنع المحتوى المحترمين واللي بيقدم مادة مهنية جيدة على السوشيال ميديا أحمد قيشو النهاردة هيكون ضفنا النهاردة في الفقرة الحوارية في برنامج الترند واللي بتأكيد عايزين نعرف أنه بقى تأثير التطور البرمجيات على المواقع وعلى البرامج وعلى الميديا وعلى الجماهير كل ده بتأكيد عايزين نتكلم في النهاردة مع زمينة أحمد قيشو لكن نروح دلوقتي لسؤال حلقة النهاردة وبدري بدري كده قبل القرعب 48 ساعة بنسخم في الجو التلجي والساعة اللي احنا فيها دي وبعد الكشف عن التصنيف من خلال برنامج الترند عايز عرف كل واحد يتوقع مجموعة الأهل في مونديال الأندية كل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة برسوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وعلى الاستجرام ومن خلال منصة إكس وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على مجموعة الأهل اللي نفسه الأهل يلاعب الريال واللي نفسه الأهل يلاعب منشستر سيتي واللي عايز الأهل يكون مع الريال واتليتكو مدريد اللي نفسه يبدأ أول مباراة مع سوارز وميسي لما يكون انتر ميامي في مجموعة الأهل كله يدخل ويشارك ونستعرض ده بإذن الله لما الوقت يسعفنا عشان نستعرض أراكم على سؤال حلقة النهار لكن نبدأ دلوقتي ونروح لأهم عنوين الحلقة البداية في ترند الأهلي الفري راحة من التدريبات اليوم وكمان بأس الطائرة الأهلي تصل البرازيل للمشاركة في مونديال الأندية وفي الترند العالمي باريسان جرمان ينفي التفاوض مع محمد صلاح أكيد هنشوف كلام كتير الفترة الجاية في موضوع محمد صلاح ولكن لكيب الفرنسية كان على طول لها رد فعل أول ما بعض الوكلاء أو بعض الصفحات اتكلمت على أن البي إش جي بيفكر في صلاح على طول لكيب خادت تصريح رسمي من نادي باريسان جرمان ونفت أن يكون فيه اتجاه للتفاوض مع صلاح عموما نفي النفي أحناً بيبقى إثبات لما نشوف اللي يحصل فيه الفترة اللي جاي نروح لمباراة اليوم والنهاردة فيه جولة كده سريعة في الدوريات الأوروبية الدوري الإنجليزي الساعة 9 ونص إبس شون تاون هيصطديف كريستال بلس وعشر أوروب لستر سيتي هيصطديف وست هام الدوري الإسباني ريال ما يركب نهاردة الساعة 8 هيصطديف برشلونة ودي المباراة الوحيدة النهاردة في الدوري الإسباني نروح لكأس إيطاليا الساعة 7 ونص بيلونيا هيصطديف موينزا والميلان سيصطديف ساسولو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم دي أبرز مباراة اليوم النهاردة مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين أكيد عندنا تفاصيل عندنا كواليس فقرة التوب نيوز كل ده هنتناوله ولكن بعد الفصل طيب أكيد حضراتكم عايزين تطمنوا على أخبار فريق النادي الآن اللي بيستعد إلى رحلة الصفر إلى جوانسبرج عندنا رحلة شقة جدا بقرة اللاربع ورحلة بتسترج حوالي 9 ساعات للوصول إلى جنوب إفريقيا عشان تلعب مع أورلاندو بيرتس يوم السبت في الجولة الثانية من مجموعات تدوري أبطال إفريقيا بقرة الفريق عايقود للتدريبات ويستقن في التدريبات الساعة عشرة صباحا كولر واخد نظام كده بقاله فترة الفريق بيتمرن دايما في التوقيت الصباحي في الفترة الصباحية وده أعتقد ممكن يكون إيجابي جدا في مسألة اللعبة تبقى فيئة وجاهزة ومركزة يعني كنا دايما متعودين حتى أيام مستر منول لأن دايما الفريق يتمرن الساعة 9 الصبح و10 الصبح أفضل كتير من التدريب في الفترة المسائية عموما بقرة فريق يتمرن الساعة 10 وهيتحرك من مقر نادي في الجزيرة إلى مطار القاهرة الساعة 1 ونص الدور عشان يستقل الرحلة وطائرة خاصة إلى جوهانسبرج المرة دي عندنا ميزة مش هنوزل في جوهانسبرج ونطلع منها على بريتوريا لا انت هتلعب في العاصمة في جوهانسبرج ماتش أورلاندو بيرتس على الملعب الخاص بفريق أورلاندو يوم السبت الساعة 3 العاصر والفريق هيتمرن تدريبتين يوم الخميس والجمع تدريب يوم الخميس الساعة 3 على أحدى الملعب الفرعية اللي هيختارها الكابتن سامي أمصان دلوقتي كابتن سامي سبق البعثة سافر فجري اليوم عشان يقدر يحضر هو الكابتن سامير عبلي موضوع الترتيب الإقامة الفنادق الملعب التدريب كل التفاصيل اللوجستية المتعلقة بسفر الفريق وأكيد كل ده بالتنصيق مع الكابتن حسام غالي عضو مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الاهلي في رحلة جوهانيسبرج عايزة أطمن حضراتكم بإذن الله إن شاء الله بكرة لما القائمة يتم إعلانها إن شاء الله بإذن الله هتطمنوا على وسام أبو علي وأشرف داري والاتنين بإذن الله قد يتواجد في قائمة النادي الأهلي ولكن مسألة الدفع بهما في مباراة أورلاندو بيريس هيكون قرار لمرسل كولر ده على فكرة أشرف داره تدريبت مبارحة وبتمرن الحمد لله يعني الجارية كويسة ما فيش أي مشكلة خالص في موضوع الكاحل أنقل الرجل بالتأكيد اللي كان دايما بيسبب له بعض المشاكل بعد ما اتعرض لإصابة مع منتخب المغرب ودي تدريبات تقوية بالمناسبة دي تدريبات تقوية والجهاز الفان طبي مش هيشتغل شغل التأهيل ده مع أي لعب إلا ما يكون جاهز قدامكم هو إمام عشور كمان زي ما قلنا لحضراتكم من بارح دخل في التدريبات الجماعية وشارك في التدريبات الجماعية وأيضا بإذن الله ان شاء الله قد يتواجد مع الآلي في رحلة جنوب إفريقيا وإذن الله الرحلة قد تجمع الثلاثي وسام أبو علي أشرف داري إمام عشور وهنشوف طاهر محمد طاهر من تاني بعد ما كان غائب عن مباراة البنك الأهلي بسبب الإيقاف لسه محمد هاني شوية لسه كريم فؤاد عمرو الصلاة هو موض في التدريبات كمان أكرم توفيق بإذن الله الأمور كلها تبقى إيجابية وجيدة لأن رحلة الصفر لجوانسبرج هتبقى من المباريات الهمة جدا في مشوار فريق النادي الأهلي فهنتمنى التوفيق رب للفريق وأنا بطمئن حضراتكم يعني مش أقول كامل العدد بالنسبة 100% ولكن الصورة هتكتمل بإذن الله في رحلة الفريق إلى جوانسبرج لما تواجد وسام وداري وإمام عشور ردا سليم إن شاء الله الفترة الجاية يدخل في التدريبات بشكل إيجابي جدا العلاقة بين إمام والشناء وزي ما أنتم شايفين الحمد لله العلاقة جيدة جدا سموكم من كنالي بكتب على السوشيال ميديا أنتم لكم في النهاية تشوفوا الصورة اللي قدامكم الصوت والصورة اللي قدامكم ده خير ودليل على أي حاجة ممكن الناس تقعد تتكلم من هنا لغاية السنة الجاية عن علاقة كابتن الفريق باللعبين كل ده ممكن يخلص بصورة أو بفيديو ومدته 5 ثواني أو 10 ثواني زي ما أنتم شايفين دلوقتي خلاص اللعب أخطأ واعتذر وتقبلوا اعتذاره وشارك في التدريبات وشايفين العلاقة جيدة أكيد ما بينه وبين كل اللعبين وده اللي بيفرق الأهلي عن أي مكان تاني النادي الأهلي فيه ميزة اللي بيخطأ بيتعاقد كبير صغير ما عندهوش مشكلة حاجة تانية فيه دور مهم جدا لكابتن الفريق فالاحترام لكابتن الفريق والتجانس اللي موجود في قط اللبس ده مهم جدا عشان في الآخر بيعناعكس على الملعب فالأمور الإيجابية لذي دي بإذن الله إن شاء الله ممكن يكون فيها نتاج إيجابية لفترة جاية لما يكون فيه لم شمل والناس تبعت شوية عن فكرة الكلام اللي بيتكتب على السوشيال ميدي عشان يشعل قط اللبس داخل النادي الأهلي طيب على جانب آخر لو هتكلم عن النشاط الرياضي القصة مش كورة بس وبيشاركه في أهم البطلوات لا ده كمان عن نشاط الرياضي النهاردة بأسة طائرة النادي الأهلي ثلاثين ساعة يعني البعثة سفرت إمبارح فجر اللي اتنين من مطر القاهرة وصلت أديسة بابا قعدت ترانزيت تساعتين ومنها على طول غدرت إلى مدينة تساوبولو رحلة كانت مدينها تتنشر ساعة وانتظرت البعثة كمان سبع ساعات ترانزيت واتجهت من ساوبولو لمدينة اسمها أوبرلندية البرازيلية دي اللي هتقوم فيها البطولة اللي فيها يعني تمن فرق الأهلي في المجموعة الأولى كبطل إفريقيا مع برايكلوب البرازيلي فولادا سيرجان الإيراني وكوتشيني لوبي الإيطالي في مجموعة تانية فيها تورينتو الإيطالي كوروزيرو البرازيلي وسوسيدادا فولي الأرجنديني وشباب يازد الإيراني نتمنى التوفيل الجهاز الفني والجهاز الطبي واللعبين وان شاء الله بإذن الله تكون رحلة موفقة لفريق الطائر قدامكم طبعا على الشاشة هي أسماء اللاعبين عبدالله عبدالسلام عبدالحليم معب وإحمد صلاح سعودي عصران الحسيني حسام يوسف رمضان سفعابد عثمان مصطفى جابر خالد عادل إسلام عبدالسامية وزياد أسامة وينضر جارسيا وكل التوفيق رب للفريق بيزد الله في هذه الرحلة كمان فريق القرى السلة سيدات خلاص عنده استعداد لبطولة مهمة جدا هتتلاعب في السنغال والنهاردة مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بكلف الكابتن والأستاذ محمد الضماطي عدوا مجلس الإدارة برئاسة بحسة فريل أول لقرة السلة سيدات في السنغال للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في الفترة من 4 لل 16 ديسمبر الكابتن الضماطي قام بالتنصيق بالكامل مع الكابتن خالد العودي يمدير النشاط الرياضي بخصوص السفر وملاعب التدريب ده كمان خبر مهم جدا بالنسبة لي سلة سيدات النادي الأهلي وطائرة الرجال اللي بالتأكيد نتنام التوفيق في الفترة اللي جاي حاجة كمان بقى ليه علاقة على المستوى الاجتماعي مع النادي الأهلي مش مؤسسة ريادية بس لا كمان مؤسسة اجتماعية ولها دور مجتمعي مهم جدا بالأمس اتكلمنا على التنصيق اللي تم معربة مشجع الأهلي في الدوحة وهيتم يعني فتح منفز وفيه اجراءات متعلقة بيه عضوية النادي الأهلي لكل المصريين والأهلوية في الوطن العربي القطر السعودية الإمارات كويت عمان البحرين النهاردة انضم إلى عائلة الأهلي تم تحديد المكان اللي هيتم من خلاله تسويق عضويات النادي الأهلي والبعثة اللي هتسافر ابتداء من بكرة عشان تدواجت في قطر في الفترة من خمسة اتناشر حتى أربعتاشر اتناشر هيبقوا فين بالضبط المكان بتاعهم عشان كل الناس اللي بيتابعنا من اتنين بعد الظهر لغاية عشرة بالليل يوميا في بادل إن بجوار سباير زون ده المكان اللي هيكون مخصص ليه كل الناس اللي حابة تشترك وتبقى عضوة في النادي الأهلي عشان تنضم إلى عائلة النادي الأهلي كلام مهم جدا بيتقال وتفاصيل مهمة جدا بالتأكيد محتاجين نتكلم فيها ونوضحها لكل سادة المشاهدين النادي الأهلي بيشتغل على كافة المجالات قورة نشاط رياضي مجتمعي عضوية الاهلي قبل كده كانت في الامارات على هامش كاس العالم كان فيه منفذ مهم جدا للعضويات وتسويق العضويات في الخليج العرب وفي الامارات عشان جميل الأهلي اللي حابة تعمل عضوية ومش قادرة ترجع القرار عشان تشترك يعني الناس بتحاول قدر إمكاني يكون فيه حلقة تواصل وجسر تواصل بشكر عليه بالتأكيد إدارة النادي الأهلي ورطة مشجعي النادي الأهلي برئاسة المستشار حسام أبو العيل لسه عندي تفاصيل أكتر والفاصل اللي جاي هرجع منه على أخبار مهمة جدا تقدر تسميها ترند ترند لأنها أخبار في أضايا وملفات وموضعات مهمة جدا انتظرونا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند اللي فيها النهاردة تفاصيل مهمة جدا تتعلق بكذا ملف أول ملف هابدأ معاكم فيه بسرعة وهو تصنيف الأندية المشاركة في منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلاص رسميا كل ما أعلنناه بالأمس النهاردة تم تأكيده وبشكل رسمي من الاتحاد الدولي بعدما أرسل عدة خطابات للأنديال المشاركة تأكيدا لشكل فرق المجموعات وتصنيف الفرق المشاركة وكذلك الحديث عن المواجهات المباشرة هتبقى إزاي في نظام القرعة اللي بقرة أو يوم الخامس هيكون فيه تفاصيل مختلفة تماما طبعا مبارح حصل لغة عند البعض لما اتكلمنا في بعض الدول أو الأندية الأوروبية وطبعا عشان الناس ما كانش لسه عندها التفاصيل كاملة فحصل يعني تقدر تقول لغة أو خلط ما بين فكرة إن اليوفي وريد بول ساليسبورج النمساوي دول بقى في التصنيف الثاني لأن الوعاء رقم بي كله هيبقوا ثمان أندية أوروبية وألاطون نزل فيه وعاء سي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني وبوتفوجو البرازيلي وده لهدف الاتحاد الدولة عايز يعمله عشان ما يبقاش فيه مواجهات مع فرق أوروبية مع فرق أمريكا الجنوبية بيبعد المنافسات مبكرا عن شكل وترتيب فرق المجموعات لما يتعمل الأرعب بإذن الله يوم الخامس نبدأ مع بعض ونستعرض رسميا الكلام اللي احنا وننبارح النهاردة غلاص تم التصديق عليه رسميا ونبدأ مع بعض وعاء ايه وعاء ايه ده الفرق المصنفة التصنيف الأول أربعة من أوروبا منشستر سيتي الإنجليزي ريال مادريد الأسباني باير نيميونيخ الألماني باريسان جرماني الفرنسي فلمينجو وبالمراسي البرازيليان وريفر بليت الأرجنتيني وفلومينزي البرازيلي ده الوعاء ايه بالفرق المصنفة رقم واحد نروح للوعاء بي وتم الاتفاق اللي نوعاء بي كله أندها أوروبية تشيلس الإنجليزي بروسيا دورتوموند الألماني انتر ميلا الإيطالي بورتو البرتغالي أتليتكو مادريد الإسباني وبينفيكا البرتغالي يوفينتوس الإيطالي وريد بول ساليسبورج النمساوي ناس كثيرا تستغر بإزاي ريت بول ساليسبورج في التصنيف الثاني والآله تصنيف ثالث وفرق شاسع ما بين تاريخ دو ده وحتى على مستوى البطولات هو اعتبر أن بطولة أوروبا أقوى من أفريقيا وأمريكا الجنوبية فاداه على طول مساحة أكتر في التصنيف الأول والتاني نروح للوعاء سي التصنيف الثالث بوكا جونيورز الأرجنتيني بوتفوجو البرازيلي الأهل المصري الوداد المغربي الهلال السعودي أولسان هنداي الكوري مونتريي المكسيكي وكلوب ليون المكسيكي طيب هتنزل بقى كده بقى في الوعاء دي التصنيف الرابع هتلاقي بقى إيه الترجل وصنداونز ليه؟ لأنهم تصنيفهم على مستوى الإفريقيا أقل من الأهل والوداد ونفس الأمر بالنسبة للعين وعراوة ريد ديمونز الياباني ولما تروح كمان على باتشوكا المكسيكا وسياتل ساونرز الأمريكي وأوكلاند سيتي نيوزلندي وإنتر ميامي الأمريكي أوكي؟ دي خلاص تصنيف الأندية الـ 32 كل واحد دلوقتي عرف كل نادي موجود في أي تصنيف طيب القرعة هتتعامل إزاي؟ قبل ما أدخل في بقى التفاصيل اللي معي أولا فرق أمريكا الجنوبية مش هتقع مع بعض خالص في دور المجموعات ودي معلومة جديدة بنقولها النهاردة من خلال برمج الترنت فرق أمريكا الجنوبية زي أفريقيا زي أسيا زي الكونكاكاف زي المحيط الهادي الأوكيانوسيا مش هيقع مع بعض يعني الست فرق من أمريكا الجنوبية إزاي بقى؟ أولا تم استخدام تصنيف القرات لكاس العالم لتحديد ترتيب كل فريق داخل اتحاد القرية يعني داخل الوعاء اللي هتحط فيه وتخصيصه للوعاء المقابل لو أنت في التصنيف الأقل زي ما تحط الأقل والودات في التصنيف الثالث نزل الترجل وساندونز في التصنيف الرابع زي ما تحط الهلال السعودي وأولسل هونداي في التصنيف الثالث جاء على طول العين وفريق الياباني في التصنيف الرابع طيب لا يجوز أن تتواجد فرق من نفس الاتحاد القري في نفس المجموعة باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فقط المجموعات هيبقى فيها فرقتين من أوروبا التصنيف الأول فيه أربع أنداء من أوروبا التصنيف الثاني فيه ثمان أنداء من أوروبا فأورادي كده كده على الأقل هيكون فيه أربع مجموعات كل مجموعة فيهم فرقتين من أوروبا ولكن مش هيبقى فيه مجموعات فيها فرقتين من أمريكا الجنوبية ولا في رئيس من أفريقيا ولا في رئيس من أسيا وكي يعني الأهلي استحالة تلاقيه مع الترجي أو الوداد انتر ميامي الأمريكي استحالة تلاقيه مع سياتي الساود سندر الأمريكي استحالة هو عامل توزيع جغرافي وعامل أكثر منه عشان يبعد الأندية اللي ممكن تكون من نفس البلد أو من نفس القرى الحاجة الوحيدة للإستثنائية الاتحاد الأوروبية هيكون فيه أربع مجموعات فيهم في رئيس من أوروبا واللي موجود في التصنيف الثالث والرابع هو هو حظه بقى يقع مع فريقين من أوروبا يما يقع مع فريقين من أوروبا مع فريقين من أمريكا الجنوبية اوكي قدامكم حتى هو على الشاشة آخر حاجة لا يجوز أن تتواجد فرق من نفس البلد في نفس المجموعة عندنا في رئيسين سياتي الساودرز الأمريكي مع انتر ميامي في منتري في كلاب ليون فبالتالي ده شكل توزيع المجموعات اللي هتكون موجودة في مصار هيتعمل في القرعة بحيث أن فرق أمريكا الجنوبية لو تصدرت المجموعات ما تقابلش بعضها إلا في السيمي فاينال تاني في فرق في مصار هيتعمل أن فرق أمريكا الجنوبية لو تصدرت المجموعات ما تتقابلش إلا في السيمي فاينال لأن في النهاية ده ترتيب المباريات وهندل حضراتكم مثال مثلا لو الأهلي خلاص اسري خلاص عرفنا الأهلي هو تصنيف الثالث اسري أو بيسري أو سيسري أي أن كان المجموعة يعني اول ماتش للنادي الاهلي هيكون مع المصنف الرابع يعني الاهلي في الاول مباراة في البطولة يما يلعب مع اراوز الياباني او العين الاماراتي او باتشوكا المكسيكي او سياتي الامريكي او اوكلاند سيتي او انتر ميامي اللي فيه ميسي واسواريز اذا اول مباراة الاهلي مع المصنف الرابع تاني مباراة هيصطدم بالمصنف الاول يعني لو معك انتر ميامي وريال مدريد اول ماتش مع انتر ميامي المباراة التانية مع ريا المدريد وتختتم المباراة بمواجهة الفريق اللي هيكون في التصنيف التاني وطبعا هيكون فريق أوروبي إذا وقعت مع ريا المدريد أو الستي والبايرن ويباريس سنجرمال إن التصنيف التاني وعاق به كله تمن أندية فرق أوروبية تمام؟ ده بالنسبة لشكل القرعة بالمناسبة إذا أقول لحضراتكم إن القرعة هتبدأ الساعة 8 بتوقيت القاهرة ومدة القرعة على الهواء مباشرة ساعة أوروبا القرعة مش في عشر دا ولا ربع ساعة القرعة فيها مجموعة من الإيفنتات والمفاجآت المدوية مش هحرق المفاجآت لغاية لما الفي فيانا عشان بنبوص القرنفال اللي هيتعمل يوم الخميس ولكن مدة البس المباشر لقرعة مونديال الأندية ساعة أوروبا هيبدأ 8 بتوقيت القاهرة 8 مساء يخلص 9 أوروبا مش عايز لكم بقى الكبار للضيوف والزوار والنجوم اللي هيسحبه مرسم القرعة لك أن تتخيل لما تلاقي نجوم سوبرستار سواء بيلعبوا أو يعتزلوا موجودين في الإيفنت جاني إنفنتينو مع الولايات المتحدة الأمريكية بيحضروا لمفاجآت كبيرة جدا في هذه البطولة وشايفين طبعا دي الملاعب اللي هتصطديف المباريات بإذن الله في الفترة من 15-6 إلى 13-7-20-25 كده يبقى إحنا غطينا لحضراتكم كل تفاصيل القرعة من إيتوزد بالتصنيف مين هيقابل مين مين بعيد عنك مين هيقرب منك مين حتى في الأدوار النهائية هتبدأ بمين وتختم بمين في دور المجموعات حتى المعسكر هتبقى فين وتسافر إمتى عشان تلعب المباريات حسب نظام القرعة اللي هنشوفه من الخميس لأنها تعرف مجموعتك إيه والمجموعة دي هتلعب في أي ولاية وبالتالي إمتى هيكل لك معسكر في مكان قريب منها عشان تسافر ليلة كل مباراة تلعب وترجع لي المعسكر بتاعك عندي موضوع تاني مهم جدا بقى مختلف عن موضوع قرعة مونديالي الآن دي أنا لسه معاكم على الهوة مستني بقى تفاصيل المكافئات المالية إذا النهاردة أوكي أو بكرة إن شاء الله هنكون معاكم أول بول أول ما يكون فيه أرقام رسمية من مصادرنا اللي بنصق فيها عشان أقول لحضراتكم عشان يبقى فيه يعني كفر التفاصيل مع حضراتكم بس بقول لكم الأرقام أرقام محترمة الفيفا صارف ومكلف كويس قوي في البطولة دي صارف صارف من حيث عدد الأفراد البعثة اللي هتسافر مش هتكلم في أرقام أو عدد دلوقتي يعني من حيث مستوى المعيشة والإقامة اللي هتكون في القتلات والفنادق في الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً ناكل إقامة والإعاشاء على أعلى مستوى ولكن أنا بكلمكم إن الفيفا عامل بطولة يعني سبع نجوم مش خمس نجوم بس فالمكافئات هتسمعوا أرقام بإذن الله ممكن يعني تحل مشاكل اتحادات وأندية لخمسين ستين سنة قدام ولكن بإذن الله هنقول لحضراتكم كافة التفاصيل دا نروح بها للموضوع الثاني قبل ما أطلع للفاصل وهو متعلق باللي احنا قلنا بارح في مباراة الأهلي والبنك الأهلي والحالة اللي شرحتها طبقاً لبروتوكول تقنية الفور من الآيفاب واستعارضنا مستند مهم جداً بيتكلم على فكرة الهجمة اللي بيبدأها الفريق المنافس لما بيبدأ ياخد الكورة ويستخلصها من الفريق اللي جات في إيده لمسة يد أو فريق بيطالب مثلاً إن الهدف بتاعه هدف سليم هل تنطبق على تقنية الفور واللي دي لعبة جديدة واللي لسه اللعبة مستمر القصة اللي شرحتها بارح قلت لكم هدف الآلي في البنك الآلي هدف سليم بنسبة 100% النهاردة وأنا على الهواء بعلن لحضراتكم والكلام ده معي بمستندات معي على التليفون الخبير المصنف الأول على مستوى العالم في تقنية الفور ومش هتكلم على الاسم دلوقتي إلى حين لما يكون بإذن الله معنا في سكايب أو زوم قريب جداً بيعلن من خلال شاشة قناة الأهلي إن تقنية الفيديو للأسف تدخلت بشكل خاطئ وخلفت بروتوكول الفور وأن هدف الآلي سليم بنسبة 100% والله العظيم أنا بقول لكم معلومة مؤكدة بمستنداتها معي المسؤول والخبير المصنف على مستوى العالم في الفور وفي الفيفا والكل بيستعين به أكد إن صحة هدف الآلي في مربع البنك الآلي وإن تقنية الفور للأسف تدخلت بشكل خاطئ وتقال ليه؟ قال إن مراجعة اللعبة ومراجعة القانون في اللعبة دي كان غلط لأن الهدف صحيح مدافع البنك الآلي كان لديه الوقت الكافي مدافع البنك الآلي كان لديه الوقت الكافي لتشتيت الكرة لذا تعد لعبة جديدة لأنه قطع مسافة مصدقة قطع مسافة من 2 لتلاتة متر أنا بقال لكم معلومة رسمية لما الاتحاد المصري كده أو أي اتحاد على مستوى العالم بيحب يسأل خبراء بيروح يتعامل مع الناس المعتمدة أنا بقال لكم واحد من أهم المسؤولين والخبراء على مستوى العالم في تقنية الفور أكد إن هدف الآلي في البنك الآلي هدف سليم وإن اللي حصل من تقنية الفور مخلفة صارخة لتطبيق البروتوكول تخيلوا بقى ناس قاعدة في تقنية الفور مش فاهمة حاجة ناس بتصفر شبه مبطلة من سلتين ثلاثة ما تعرفش بتحكم بناء على إيه عشان في الآخر الأهل يخسر بفعل فعل حتى لو إحنا وحشين بس يديني حق يعني أنا وحش هحاول قدر إن كان أكسب لكن إنت كمان زي وحش ومش فاهم في القانون لا صعبة ممكن قبل منك ضرب الجزاء أو لا ممكن قبل منك تسلل في سنتيمترات صحة ولا غلط لكن خطأ في تطبيق البروتوكول أو خطأ في تطبيق القانون ده كرسة وأنا مستنى اللجنة تاني للمرة التانية بعد ما تشل الاتحاد قلت وللأسف محدش طلع رده وضربه غطس رغم من الهدف أو ضربة الجزاء لطالبها الاتحاد غش يضرب الجزاء بدليل نواء الفرحان اتعين في الأسبوع التالي لو غلط ما كانش هيتعين لكن اللي غلطه النهاردة أكيد هيتوقفه سواء الحنفي أو محمد علاء هاشر لكن اللجنة لازم تطلع تشرح للناس بلاش كسوف يا جماعة انتو بتلعبوا رياضة وكورة ولازم الناس تبقى عارفة الصح من الغلط دوركم انتو تشرحوا للناس الحقيقة حتى لو انتو غلطانين وتعتذروا بس يبقى فيه شفافية ده مهم جدا عشان فيما بعد لان اللي بيحصل في المشهد كله بصراحة بيقودنا كله خلاص لقصة الخبير الأجنبي وانا قلت مبارح وشرحت القصة دي مع كذا واحد مسك اللجنة وكان عندنا أمل ان الكابتن ياسر في الاسبوعين دول يدينا مشهد مختلف عن اللي حصل للفترة اللي فاتت لكن للأسف زيت طلع زي عبيد وبالمناسبة فيه معسقر فار للمحليين يوم الخمس اللي جاي اللي تعينوا على تقنية الفار هيجروا بدني عشان اللي يقول لك الفار بالتخصص اللي يقعد على تقنية الفار مش شرط يصفر هيعمل لهم اختبار بدني لاتحاد الافريق هيعمل اختبار بدني عشان اللي يسقط في الاختبار البدني هيستبعد من تقنية الفار لان المعيار الاساسي صفر في المنعب وانجح في الاختبار البدني وتبقى موجود في تقنية الفار لكن تسقط بدني وتتحطي تقنية الفار ده مش موجود على مستوى العالم يوم الخمس هنشوف و هنجيب لكم نتايج مين نجح و مين رصب عشان ده المفوض يتطبق بعد كده في الدوري المصري رموما دي كانت نقطة مهمة جدا وخبر بنقول لحضراتكم بخصوص هدف الاهلي في مرمى البنك الاهلي فاصل وبعد الفاصل زي مننا العزيز احمد دقيشو صانع محتوى مهم جدا على السوشيال ميديا هنتكلم النهاردة معاه في عدة كواليس وتفاصيل واسرار مهمة جدا على علاقة السوشيال ميديا مع الميديا وتأثير بعض الصفحات الالكترونية على الفرق المنافسة ووضع الاهلي خلال الفترة اللي جاي اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية مع الأستاذ أحمد دقيشو صانع المحتوى اللي هنتكلم معاه في ملفات مهمة جدا لجمة الانضباط والعقوبات اللي تم تسريبها مش هتكلم على صحتها أو عدم صحتها ولكن انعكاس ده ايه على الجماهير حتى لو المعلومة غير صحيحة هنتكلم على التحكيم هنتكلم على عقدة امام عشور اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا لدى البعض استعراض أخطاء الحكام بصوا ملفات مهمة جدا ان شاء الله بإذن للوقت يصعيفنا عشان نتكلم فيها مع أحمد دقيشو أبو حميد مسائل فل من نور الدنيا مسائل فل أستاذ محمد ودايما بصوتنا معك يعني مع الأعزائي المشاهدين احنا أسعد بوجودك معنا وانا عايز أقول لك بيبقى فيه ردود فعلي إيجابية الناس بتسعد لما بتشوفك على شاشة قناة الأهلي نعم بجد نعم بصوت عفقات الأهلي يعني الواحد بيت كل أهلوية ده حقيقي يعني وطبعا بصوت حقيقي بجد مع أحدك من يعني من أشد المتابعين والمحبين مع أحدك من سنين طويلة للحياة الله يخليك يا بحميد طيب هبدأ معك بعقوبات لجنة الاندباط التي تم تسريبها وحتى الآن لم يتأكد أحد إذا كانت صحة ولا غرض عشان ما نتنيش عليها برضو بالضبط والمتكلم إن هي صحة هو أصلا هو المشكلة إن هي لغاية دلوقت ما طلعتش بشكل رسمي يعني أستاذ وليد عطار بيقول مبارح إن هو خلال الأسبوع الحالي هتم الإعلان عنها رسميا طيب يا أستاذ وليد هي العقوبات دي عن مباريات من أكتر من خمس شهور تصل لست الشهور بما يخص بالزماركوي المصري فأصلا أصل المشكلة هو يعني البطء والتباطؤ في إنفاذ العدالة يعني حتى أصلا ده شيء يعني نوع منعه الظلم يعني أنت بتأخر حقي أو استرداد حقي ده شيء ظالم أصلا ده من حيث المبدأ تاني حاجة إنه حسب التسريبات اللي جميل اسمع عنها إنه عقوبة جوزي جوميز الموديل الفني لنادي الزمالك اللي دفع الحكم الرابع في المباراة الزمالك والمصري في صدره عاطف حسين فأنت عقوبة الدفع تبقى للليحة اللي هنعرضها دلوقتي بالصورة معنا للجنة المسابقات الموجودة أصلا للحاج عامل حسين المفهود أصلا كان يطبق القانون هي صحبة الاختصاص يعني بصحبة الاختصاص صحبة الشق الوقع اللي شفناها الوقع دي الوقع دي يا جماعة في مباراة الزمالك والمصري تبقى لنص الليحة العقوبة 8 ماتشات و100 ألف جنيه 8 مباريات و100 ألف جنيه بالضبط فإزاي نسمع أن العقوبة هتخفض لستة وده لسه أصلا قابلة لاستشكال عليها بالتظلم بالضبط في حالة ارتكاب لا ده في حالة تانية في صورة تانية اللي بتاعت دفع الحكم أو أحد مساعدين دي هنجعلها برضو في صورة تانية الدفع بالليد للحكم بالضبط أو أحد مساعدين أو أحد مسؤولي لتنظيم المباراة الإيقاف 8 مباريات و100 ألف جنيه طب سؤالي يا قيشو مش دي لاحة المسابقات بالضبط طب ليه راحة الانضباط هذا هو السؤال وأنا أحيل لأنني تذكرت وإحنا على هو المكشفين ما أحضرها والله أحيل حضرتك لموسم 2017-2018 كان المدير الفني النادي الأهلي كابتن حسام بدري ومساعده الكابتن سيد معوض الكابتن سيد معوض كان يعني راح حاول أنه بس يحتك بالحكم محمود عشور اللي تفتكر وكان وقتها برض حسام عشور شد كده إيدي الحكم وحسام عشور أخذ طرد فأصلا هو الكابتن سيد راح يمعترض سيد معوض راح يعترض على الطرد ده فمحاولة الاعتراض غير اللائج ده ودفع الحكم عوكم مباشرة من نفس الحج نفس الحج عامر حسين العكوبة تمت شات طلعت بعدها بيومين مع الأهلي بعدها بيومين أقصى صرحة احنا بنتكلم عن ست شهور عن الواقع بتاع الدفع جزي جوميز للحكم اللي هو عاطف حسين ولغاية دلوقتي لجنة الانضباط هو دي الفكرة إنه مفروض أصلا الحاج جامع حسين بنفسه رئيس لجنة المسابقات يوقع العكوبة تلقائية اللي دي حاجة موجودة على نص عندك نص لجنة المسابقات بيقول إنه هو الدفع تم مباريات فنفاجأ إنه يحول الكورة في ملعب لجنة الانضباط اللي بقى لها ست شهور خايفة تصدر العكوبة أو عندها توازينات أو حسابات غريبة بتعملها عشان تخفض العكوبة بعد ترحيلها ست شهور تخليها ست مباريات ده شيء يخالف اللايحة اللي عندنا داني حاجة برضو إنه إقاف محمد الشيبي اللي عمل مشاكل طبعا الحمد دون من دورة لم بده وقت البصاحة الأخيرة بس نحن نتكلم عن الواقع إنه هو بيقول إن إقاف مباريتين بسبب إيه؟ بسبب إظهارة الجماهير ده الحاجة المصاربة حاليا على السوشال ميديا وعلى المواقع أنت عارف الشيبي عمل إيه؟ فاكر اللي هو ما وقفش في السلام الوطني يعني لا هو هو وقف بس جاء يعني إيه انسحب قبل السلام قبل السلام بين اللعيب قبل السلام بين اللعيب بالضبط فأدي هنتجعلها بس الفكرة فين إنه هو أنت بتقول إنه هو هنوقفه مبارتين بسبب إظهارة الجماهير أوكي فإنت إظهارة الجماهير دي تبقى للليحة اللي هنتجعلها بقى دلوقتي في السورة اللي احنا عرضناها الأول هي العقوبة أربع مباريات أربع مباريات أنت بتقول أهو بالضبط في حالة ارتكاب أي فعل من شأنه إظهارة الجماهير اللي يقاف أربع مباريات والغاناة برضو طب مالقصة صغيرة يا قيشو يعني واحد زاد واحد سوى اثنين واصلا من الحاجة عامل حسين نفسه مرئيسة المسابقات نفسه من الأول يعني دي في حجبة الحاجة عامل فالمفهود أنه هو على طول يطبق القانون ما يحاولش المضابط ده لاجئة الانضباط ده حاجة تاني حاجة أن انت في حاجات كده لما إيه بيحب يلحقها يطبق اللايحة عليها ويا مش طبعا بالضبط وفي حاجات لما بيحب يعيد عنها يرمع الانضباط هو دي المشكلة والانضباط طول السلطة تشوف والانضباط لما ترجع بعدها تقول لي أنه إيقاف إيام عشور أربع مباريات عشان حث الكابتن حسين الشيحات أنه هو ما يسلمش عشيبي عشان الحث بس اللي هو إيه بالنية اللي هو ما تسلمش عليه طيب ماشي انت في حاجة زي كده فين النص يعني أي قانون في الدنيا ما ينفعش انت تعاقبني بدين نص انت بتقول أنا عاقبته بناء على كذا 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 نص المادة كذا اللي بيقول وصف المشهد كان كذا بالضبط ده قالي به قانون وانتو أسادزة وقدام على عيننا على رأسنا قول لي بقى فين اللي أنا أتحدى أي حد في لجنة الإنضباط يطلع لي العقوبة دي من اللي جنة المتحدة ده كل ده إذا كانت العقوبات دي أصلا صحيح بس مية طبعا احنا بنتكلم على الانتحاد نفع وعلى فكرة ماشي والانتحاد نفع بس الفكرة أنه هو انت أصلا بقى لنا ست الشهور كل فترة على فكرة وقتقال برضو أن في أعداء مجلسة دهرت عجبه ويقف شهرين وثلاثة وكلام من ده وفيش حاجة ظهرت فهنا أصلا أنت حدت أننا فيه جدل بقى لنا ست شهور على العقوبات فده أنت تتحمله يعني أنت كلجنة الإنضباط واتحاد الكرة ولجانه تتحمل التضاطئ في إنفاذ العداد أصلا تاني حاجة أنت بس هنا فيه هنا منفارقة بقى أن أنت إمام عشور أنت عشان بس بتقول أنه هو قلت لحسن الشحات ما يسلمش على الشيبي عشان قول طب بالنسبة للفعل اللي هو بتاع الشيبي لما ممشي من السلام هو الفعل طبيعا العقوب فيه أقوى من القول فهو ده بقى الطموقض أنت بتقول بقى أن أنت الشيبي لما خرج وعمل إثارة الجماهير وكلام من ده فأنت هعاقب مباراتين بدل أربعة وعاقب أم عشور أربعة بدون أي ليحة طب أنت من وجهة نظرك بلونة اختبار هو فيه بلالين كتير بصراحة يعني وكل البلالين فراعت يعني صراحة يعني حتى هنا أعيس لعيب أهو بالضبط ده هنا خرج من السلام ده هو على الفكرة هو حضر بس عشان نضبط بس عشان كلهم مرأس سألك السؤال ده لأن الناس بتراك سألت عليه لا هو حضر في اللقطة للسلام والوطن هو حضر للسلام والوطن لكن في لحظة ما بين السلام وبين السلام اللعيب عشان يسلم على بعض على طول خرج كده عشان مسلمش عشان حسين الشحات فاللحظة دي انت لو عايز تتعاقب عشان ممكن متعاقبش يعني مع الفارق طبعا أنا مش بقى باش أقوله عشان محدش فيه موقف للعب كلنا منحب ولعب شهير لعب مصري وراح لعب في حتة تانية كده ما يحبهاش ومسلمش ومتعاقبش تمام يعني اللي بي بي بالقشاطة يفهمه بس الفارق شاسع يعني الناس ما انت ما تقارنش الحياة بس 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 بكلم هنا في اللوائح مابيش هنا عقوبة يورد بيش هنا عقوبة لكن لأسف احنا هنا عندنا الكيل بألف مكيال هي مشكلة العقوبات والقرارات دي هي اللي بتسخن السوشيال ميديا بسبب ان التأخير ده بيسبب أزمة في الوسط الرياضي طبعا احنا على فكرة الناس يعني أزعم يعني الناس حتى كل المنافسين بيطلبوا بالعدالة انت وخد بالك لو هو في يعني مثلا الدولة الانجليزية فيه أخطاء تحكمية على كل الفرق اللي بيريح وبيدي ثقة مع ان الأخطاء الحكام الانجليز من أكثر حكام اللي بيولطه بس ايه الفكرة ان الأخطاء هنا وهنا اكيد او ان مثلا لو فيه حصل حاجة بالنسبة ليه انضباطية يعني بتلاقي الحاجة هنا وحاجة هنا تمام فهنا فكرة العدالة بتريح الجميع لكن للأسف اللي بنشوفه ده فيه الكيل بميكيالين وان انت تفصل عقوبات وتأصن تأخرها وانت كحاجة عام الحسين من البداية انت مفروض طلعت عقوبة ومسل على كابة سيد معوط في 2017 بعدها بيومين يقف تمام ماتشات هو ايه الفرق من سيد معوط وجوزي جمز هل ده عشان بيبقى مدرب الأهلي فننقفه بعدها بيومين تمام ماتشات ومدرب الزمالك ننقفه بعدها بست الشهور ننقفه ستة ماتشات ونخاف العقوبة خلالة بنفتاح ايقاف ماتشل ليه ده ايه حصلت اصلا اصلا فكرة انه يتوقف انا عايز افهمها اللعيب لو اضطرد وخرج وعاد عدكة ده مسؤولية المرائب مسؤولية المرائب بالظبط ويحكم الرابع والحكم الرابع بالظبط فهو المفروض هنا برضو وعلى فكرة برضو الان دورت برضو في اللايحة يعني حسي حراكة برضو دورت في اللايحة بالنسبة للاحة المسابقات مش موجود انه ان اللاعب ما غادرش يبقى هو توقف من باتشين مش موجودة برضو مش موجودة أصلا انا متفاهم انه يتعاقب انا متفاهم انه يتعاقب بس انت برضو قولي الدليل يعني انت دايما تقولي انت انا عقبت ده بناء على كذا وبعدين برضو هنا في حاجة يعني دايما انا يعني كنا بنلاحظ انه يا معشور انا احنا بنقول انه بدأ نص بتعب اربع ما تشاهد طيب يا جماعة عندنا يعني الكابتن شيكابالا حاول الاعتداء او حاول اللي هو يعمل مشادة مع الكابتن رامي ربيع في مباراة السوبر المصري وعدت وعدت من غير حتى اي كلام ايه غريقة عليه اللي قبلها السوبر مباراة النهاية كاس مصر حصل اشارات خارجة منه ومن دونجا وعدت مصر كلها شافتها فمش معقول ان انت مع لاعب الزمالك بتعمل مش شايف وتيجي بقى مع لاعب وفي لاعب بالذات اللي جانب بقى من الزمالك يعني ناخد بالنا كهرباء كانوا حسب الكابتن شوويل كان بيتكلم انه هو عاديينش يشتبوه يبطلوه قورة في احدى المواقف القديمة فعلا بالضبط عاديين يبطلوه قورة وعدين طيب تخفضها من الشرط بيتكلم مباراة وبرضي عقوبة مغلزة جدا وعلى فكرة انا بقول كهرباء غلطة يعني مش من الناس اللي بديحب ايه يعني بس عد العقوبة على عد بس بمنطق مش انت تتعقبط وتيجي مع امام عشو نفس الفكرة ان اللاعب جاي من الزمالك بشكل او باخر يعني يجي الاهلي ودي فكرة النقطة التانية بقى طيب انا عايز ألك سؤال مهم جدا هو القرارات دي اذا ما طلعتش اذا ما قاله يعني خلال اسبوع تتوقع المجلس الجديد ممكن يقول لي وضع او قرار في القصة دي ولا يقول لك انا مش طرف ولو دخل المجلس الجديد وقال لك انا مش طرف خلاص بقى دور على المشكلة لا هو انت ما بشي حاسم امام ذا مش طرف يعني انت دوقتي انت كاتحاد كرة عندك ميزانية الميزانية دي حسب برضو بنسمع انهم اصلا اتحاد الكرة الحالي مستلف سنتين قدام مزبوط من الفلوس بتاتل فيها فانت الفلوس دي انت مش هابها تستلف تاني فاذا انت كل السلطات او الحالة والوحش انت بتغضو مش انت قلت وروح تقدمت اوراقك للتحاد الكرة ووفقة الجماعية العمونية عشان تدير الكرة في مصر يبقى انت بتدير حتى لو ارث الاخرين مش مسؤولية كنت بس انت بتتحمل تبعات وجودة في المنصب ده وتتحمل انفاذ العدالة انت اه احنا مش لدينا لحملك المسؤولية في طبعات القرار مش قرارك انت بس مجرد ما تستلم لو ما تطلعتش القرارات دي هو حسب هو اصلا مفروض ان هو بيقول لازم الحاجات تطلع لو ما تطلعتش فانت تاني يوم على طول بعد استلامك تطلع القرارات دي بشكل واضح ويبقى انت بتصفر عشان ما اجيش بعد كده المفروض ما ينفعش جزي جمز ده يزوء الحكم يبقى انت كده اي حد مليد فني يزوء راجل سافر وحضر وشارك في مباريات وليعب موصر ويكسب وخسر والحياة عادي يعني عموما ملف كان مهم جدا وليسا عندنا ملفات تانية هنتكلم فيها ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند مع اضفنا اللي بالتأكيد بنتكلم معكم موضوعات مهمة جدا احمد داقشو ابو حمد اختار الحكام في مباراة الاهلي وتحديدا في المباراة الاخيرة امام البنك الاهلي شفت المشهد ازاي بالارقام بالاحصائيات بالنتيج اللي احنا بنشوفها مخالفات للقانون مخالفات للبرتوكول السوشيال ميديا بترصد الموضوع ده ازاي يعني الحقيقة فيه لغز غريب في مواجهات الاهلي والبنك الاهلي لغز احنا بنتكلم عن تسع مواجهات في الدوري اربعة فوزي الاهلي ففي ندية غريبة خلاء الحكام لانه اللي هتعفر مرة بالهزيمة الموسم اللي فات امام البنك الاهلي اربعة تلاتة وتعادل اربعة مرات اخرهم الماتش الاخير فاذا احنا قدام خمس تعثرات اربعة منهم بفعل فاعل بفعل الحكام فاذا الندية الظاهرة في مباراة الاهلي وبنك الاهلي السبب بالحكام احنا بنتكلم عن اربع مباريات اخرهم الماتش الاخير بس احنا بنتكلم حتى من اول مباراة حرفيا اول مباراة الاهلي والمانك الاهلي مباراة 2020 2021 وإلغاء هدف صحيح ليه ايمن اشرف ادعوا انه ده فيه قفز على الخصر وكل الخبراء سواء خبراء مصريين او اجانب اجمعوا انه لا ده التحام عادي وما فيش اي مشكلة واللقطة سليمة وعلى فكرة في نفس المباراة فيه ناس مش وغدين بالها ان فيه ضرب الجزاء في المباراة لمست يد على احد لعبي البنك الاهلي فاذا الاهلي ظلم في مباراة يعني في لقطتين في المباراة دي الغاء هدف ايمن اشرف ولمست يد كان كرة كده مع افشة واحد اللعبي فيه شراء تانية موجودة معنا في نفس المباراة على فكرة هتلاقي لمست يد على احد لعبي البنك في المباراة دي وكان الحكم مين حكم الساحة ميدو سلامة وحكم الفار عمر الشناوي وكأنه بقى بيحصل مكافأة اهو لمس يتيجب موجودة ودي اللي اكد عليها الكافتن جمال حامودي اللي هو الخبير الجزائري التحكيمي ونفس قلنا كده قلنا ان الحكم الساحة مين حكم الساحة عمر السلامة اللي هو قصدي محمد سلامة اللي هو ميدو سلام بالزبط ده وكأنهم بقى بيكفقوا تعال المسلم اللي بعده ابقى انت حكم فار لمباراة الاهلي والبنك الاهلي يا مسلم 21-22 وعشان يستدعي الحكم امين عمر ويلغي هدف صحيح لمحمود وحيد بداعي ان الكرة المتحركة واصلا مالوش انه هو يدخل في حاجة زي كده وطلع الكافتن الاسمال فاتح ولا يقدر روح البروتوكول عشان حاجة اسمها البروتوكول بتاع الفار ينص علينا هو يتراجع ويتبص علي ودي بقى ايه هناخدها في اخر ماتش حصل يعني بس برضو نعدي في التاريخ كده يعني انه خباك احنا كل مرة اختراع كل مرة في لقطة كل مرة في لقطة الماتش اللي بعده الماتش اللي فات المسلم اللي فات يعني 23-24 بيتكلم انه الدور الاول برضو الماتش الهزيمة للنادي الاهلي كان فيه هدف او فيه ضرب الجزاء لم تحتسب نادي الاهلي لمسي تد على ايمن اشرف كانت حالة في منتهى الوضوح الكبت محمد او محمود البن قالك ده ايده جنبه اهل لعبة وزي ما احنا شايفينها ايده شارع يعني بعيدة جدا عنه فاذا اللقطة دي ضرب الجزاء بلا اي شك ده ما تعملش عليك شيك فار وقالك وقتها تسلل بالظبط يعني اتفارك بردي وقالك تسلل بالظبط المباراة هدف عشان برضو الناس اللي برضو خباك المباراة النفس الموسم ده بص اللقطة دي اللقطة دي لقطة دي هدف التالت على فكرة مش واضحة خالص رجل مثلا مدست ده مدست رجل مدست فين ولا في اي حاجة انا ما قدرش احكم على فكرة فين خط الازق وخط الحم مش شايف مش بينها بمنتهى لأمانا مش شايف بجد بس الحكم عمر الشيناوي قالك لا ده كان محمد الحنفي الحكم محمد الحنفي قالك انه الخطوط اترسمت وانا شايف ان دي يعني هدف سليم تمام مش يا كبت محمد الحنفي انت شايف ان ده هدف سليم وما حسبتش ضرب الجزائي الاهلي فالنفس المباراة بعد كان المباراة الدول التاني تم الغاء هدف بقى لنادي البنك الاهلي وحاص عليها جدل وده فين الخطوط واصلا كانت الكورة كان أمين عمر وقتها ده في ذكر الحكم وما كانش أصلا فيه فاول في اللقطة دي عشان الناس اللي بتتكلم على الجدل يعني آخر مباراة معنا مباراة الأخيرة اللي احنا يعني تعثرنا فيها كان الهدف الصحيح الملغي لورامة ربيعة ولي كل الخبراء سواء يعني حتى انجليز حتى يعني قالوا ان هو الهدف ده سليم وزي ما حالك قلت ان الخبير الاول في تقنية الفار على مستوى العالم كله قال الكورة دي هدف احنا جاينا بقى بالصور نفس اللي هو بيقوله ده بالضبط هو شرحها كده بالضبط قال لك اللعيب استحوز على الكورة ومحدش كان بيزحمه ومشي بيها خطوتين ثلاثة اثنين ثلاثة متر وبيبدأ كونتر أتاج بهجمة بيطلع الكورة ده لعبة جديدة ده عايزين بس نعرضه عمل ريسيت يعني نعرضه بالصور يعني نعرضه بالصور يعني لو نسمحها ما بعد كده هتلاقي ان فيه صورة من الستة يارض يعني فيه يعني لو عدت يحي عطوة الله ورحت للعب بالبنك الايلي وانفرض دمار ما مصطفى شبير مش هاجمة دي بالضبط لعبة جديدة ولا مش لعبة جديدة لعبة جديدة الموضوع منتهي الموضوع ما فيه شوكة نظر يعني الأسف هو اللي يخليك بقى مستغرب ان الحكام المفروض درسة والمفروض فيه محاضرين موجودين وفيه لجنة موجودة وفيه محاضر فيفا تامير دوري محاضر في الاتحاد الدولي بالضبط ازاي الحاجات دي مع الحكام مش فهمينها ومش عارفينها ولما يقولوا اصلا الحكام دي كانت بعيدة فمرجعينهم طب انتوا مرجعينهم عشان هم كويسين فكانوا بيتعرضوا الظلم ولا هم اصلا كانوا بعيدة عشان يستحقوا انهم يكونوا بعيد بالضبط كده هو الكابتن محمد الحنفي كان بقاله اكثر من 500 يوم بعيد عن ادارة كحكم ساحة للنادي الاهلي والحكم اللي هو محمد علاء هاشم مشوفناهوش بقالنا برضو فترة طويلة جدا كحكم فار ما حكمش ابدا وتيجي انت تختبره في ماتش زي كده ومنفعش حكم في الدوري مش معال ليزنز بتاع الصفار اني صفر في الدوري وكان احنا ايه بنجرف في الاهلي وكان احنا بنعوض البنك الاهلي اللي اتظلم في ماتش يعني الحكم محمد عادل ماتش الزمالك واحتساب ضرب الجزاء هو اصلا شوطنع به اصلا والتسجيل الشهير بتاعه وانت النهار ده تيبت صالح البنك الاهلي على حسابنا مش معقول بصراحة اللي بيحصل ده انت كل مباراة نعم نتكلم من الموسمين نتكلم مخالفة بردكول الفار في تدخل غير صحيح في إلغاء هدف محمود وحيد والموسم الحالي التدخل بإلغاء هدف على لمسة يد وده اصلا بناء الهجمة بناء صحيح ما فيهوش اي مخالفة لو قاح البيباء ابو حميد هي الفكرة اديني حقي يعني اللي حصل في وقت زمانك والمحلة اتطبق بالقانون صح النادي خد حقه لما المحلة ما تمش احتواءها طيب بالزبط كده فكرة انه انت في اول دي في حالة تدخل عنيف من الستارز في وجه احمد عبد الرحيم ايشو انت خلاص الموضوع منتهي ان اللقطة دي طبعا اصلا يعني هو يعاتب اصلا الحاكم محمود بس شوني بالنسبالي انه هو ما حسباش من الاول طرد مش مركز في اول 30 سنة بالزبط انت مفروض انت على طول انت حاجة زي كده مش محتاجة للفار يقولك والحاكم الرابع شايفها بالزبط المفروض يعني احنا هو في قناة الاهلي بيقول طرد مستحق 100% ما قلناش ليه اخو باك كم معانه الكابتل احمد عيد رجل زمانكاو هو اخد انظار عشان بيعترض عليها فانت احنا قلناش ان هو ده معحق وانه هو مثلا ده تحقيق انظار ولا حاجة لا طرد مستحق 100% السؤال انت هناك حكم حكم محمد بسيوني طبقت القانون بلا اي احتواء بلا اي نوع وبعدين حتى في الشوط التاني احتصل ضرب الجزاء النتيجة 2-0 والمحلة متأخرة ومنقصة لعب ورغم كده طبق القانون بيتيجوا انت في ماتشات الاهلي الاهلي فايز خمسة او فايز حتى ثلاثة عدتك ماتشات خمسة لسه فايز ثلاثة على الزمالك والحكم محمد عادي يقولك ده مرحلة إدارة المباراة ويشوف ابو جبل يقوله انت عاست خاصة مباراة كامل يا كابتن ويعديها عادي ويقوله ما سمعاش حاجة يشوف طريق حامد وهو بيسحب اللعبة الزمالك عشان ينسحبه ومعملش حاجة يشوف زيزو وهو داخل يشيل قفشة وعملش اي حاجة يشوف تتجوزات وفاولات من كذا لعمل نادي الزمالك وعملش اي حاجة فاحنا يا جماعة لو نطالب بالعدلة نطالب فعلا بالعدلة على الجميع انا اتحدى ان لو فيه اي موسم اتطبق فيه العدلة التحكمية الكاملة على النادي الاهلي وباقي الفرق في اخر عشر سنين من وقت ما احنا اصلا احكسامنا الدوري يعني تام موسم متتالية من 2004 لغاية 2014 وخسرناه بعد ثم موسم في 2015 اتحدى من الموسم ده والغاية الموسم ده الحالي بنتكلم في عشر موسم لو فيه عدالة تحكمية لو حكام حكام اجانب وفيه فار الاهلي وحزبون على الكلمة دي مش هيخسر ولا موسم ولا موسم ولا موسم من العشرة مع التمانية اكسم بالله العظيم يميل اوحسن بيعليه قدام ربنا انه الاهلي لو فيه عدالة تحكمية كاملة كان هياخد حقه وكان هياخد 18 موسم على التواني استنى بس الاول اصبر مطش زبالك والمحلة احنا شفنا فيديوهات وشفنا تعليقات وشفنا هتفات واخر قرار كان صدر من الاتحاد كان فيه غرامة ولفت نظر رغم ان العقوبة اللي توقعت قبل كده على الجماهير كان برضو فيها لفت نظر لفت النظر اتقرر مرة واتنين وكان فيه سباب وكان فيه خروج عن النص في مطش مبارح ضد لاعبي النادي الاهلي هل سنرى قرارات وعقوبات في الساعات اللي جاية ولا هتستنى المجلس الجديد ولا هتختفي ولا هتروح فين دي نقطة اعتقد برضو الناس محتاجين نتكلم فيها ونسأل فيها المسؤولين في الاتحاد لاني مبارح الفيديوهات كانت مالية سوشال ميديا بحمد بالضبط وعلى فكرة لو نربط ده باللي حصل الموسم اللي فات الموسم اللي فات برضو حصل مجاملة يعني فادحة وفاضحة يعني الانتحاد الكورة وربطة الأندية ليه؟ لانه اللايحة بتقول ايه برضو باللواء يمكن مش معنا اللايحة بس اللي يرجعوا لللايحة بتقول انه في حاجة تكرار السباب ده لتالت مرة فيعاقب الجمهور الفريق اللي المفوض يضل العقوبة ده بان انت تحرمه من الحضور مبارتين صح ده اللي حصل انت بقى في ماتش الزمالك والمصري كانت تات مباراة كانت الاولى كانت قدام الاسماعيلي التانية قدام برامدز التالتة تابتة قدام المصري ايه اللي حصل من ربطة الاندية ومن الحاجة عامل حسين المتهم انه بيجامل نادي الاهلي وبوزن نادي الزمالك اللي حصل يتم الترمها على العقوبة دي وتحطت بالمخالفة لللايحة اتعاقب الزمالك مديا بعد السباب قدام النادي المصري ومتعاقبش عشان كان فيه بعدها ماتش فارق وماشي الاهلي هو اذا تبقوا القانون اللي وايح لا يبقى فيه تعصب ولا فيه شغل للجان سوشيال ميديا ولا الكلام اللي احنا بنشوفه لأسف واحنا اصلا يعني مدقين من احنا بنشوف حاجات زي كده ما بين الجماهي طب اروح معاك برضو نقطة مهمة جدا سريعة عشان الوقت بيخلص معاك بسرعة قرعك كاس العالم فخر انك موجود مع الريال مع السيتي مع البايرن ممكن تكون في مواجهة مع ميسي في اللقاء الافتتاحي من ترميامي شاف القرعه ازاي وتتوقعاتك مين ممكن يكون مع الاهل في المجموعة طبعا يعني بشكورك لأن الحلقة مفرطة بالخبر ده والقرعه صعبة طبعا الاهل في التصديف التالت عشان اعتبارات بالنسبة لي الفيفا الكوة بتاعة دور الأبطال وبالضع بكأن هم حطين اعتبار شوية لبطل اللي هو البرتادوريس وطبع بكأن مكافئة جماعة 29 مليون الفايز بياخد 23 مليون يورو دور الأبطال اللي بيكسب بياخد 4 مليون يورو 4 مليون دولار كمان الفرق الفرق بالنسبة الناس دي بتاخد عوائد مالية فطبعا احنا محتمل ننحروح في مواجهة مواجهة ريال مدريد مواجهة من سيتي ده بالنسبة التصنيف الأول التصنيف الثاني دورتمود مثلا موجود برضو من الفرق شيلسي شيلسي بالظبط احنا عندنا فرق قوية جدا التصنيف الرابع انتر ميامي ممكن ربما يعني واجهة ميسي وفرقة هتبقى صعبة جدا لكن اتمنى يكون برضو فلومينسي مثلا نحن ممكن نواجه فلومينسي البرازيلي في التصنيف الأول دي ممكن من أسل فرقة التصنيف الأول تاني سلزبورج تقريبا في التصنيف الثاني والتصنيف الرابع مثلا اوكريل سيتي على الشاشة الفيفا علانة النهاردة بشكل رسمي تأكيد اللي احنا على النهار فحنا لو أقوى فريق طبعا انت بتتكلم على السيتي دوقتي حاليا او مش حاليا بصراحة بس بالنسبة للقوة الله يعلم ما هيكمل ايه بصدر فرقة من أوروبا ولا فرقة من أوروبا وفرقة من أوروبا يعني هما يعني بالنسبة للفرقة هو حسب اللوائح ايه هو اللايحة هتبقى أوروبا عادي لكن أوروبا جنوبية ما يفعش يقرر فريقين في نفس المجموعة بالضبط لا هو ممكن يعني اتمنى طبعا ما كنتش فريقين من أوروبا يعني فرقة من أوروبا وفرقة من أوروبا عشان ما نقعش فريقين من أوروبا حرام بصراحة معانا احنا ممكن نقول احنا ممكن نطمع بمجهات يعني عالمية لكن احنا عندنا طموح طبعا بيصعد التاني يعني اول وثاني فانت يعني بلولا وانت عندك فورس في التاني فاحنا ما اتمناش احنا نواجه من أوروبا وقتين يجري معك بسرعة وانت عندك كذا توبك نتكلم فيه بس معلش نعود ده في الأسابيع اللي جاية بس هناخد المشاركات احنا طرحنا سؤال مهم جدا سألنا لحمد قيش وبرضو سألنا لكل السادة المشاهدين قبل جداية البرنامج توقعتك لمجموعة الأهلي بعد ما تم الكشف عن تصنيف الأندية بالنسبة لي قرعة يوم الخميس اللي هتقام بإذن الله في مدينة ميامي بولاية فلوردا تعالى نشوف مع بعض كده تعليقات الناس على السؤال اللي طرحنا امير بيقول الريفر ساليسبورج الأهلي ميامي انتر ميامي ماشي ماشي اجي بقى مستهر برد على فكرة اه طبعا فنومنينسي الانتر الأهلي العين ماشي الهلال مش هيكون مع الأهلي ان الأهلي والهلال في التصنيف التالت السؤال محمود بيقول مساء الخير عليك يا سؤال محمد تحياتي لحضرتك تحياتي لشخصك الكريم توقع المجموعة الأهلي الأهلي مع بايرن ميونيخ وتشيلس والعيني الإماراتي ليه كده طيب يا رابع ماشي حازم بيقول ريفر بريت الأرجنتيني بروسيا دور توموند الألماني الأهلي المصري باتشوكا المكسيكي هي أورة عنيرية كده كده أم جد بيقول بريستان جرمان بين فيكا والأهلي وأوكلاند سيتي أول مواجهة معاول حسن بيقول بالمراس أتليتكو مدريد الأهلي باتشوكا أوكي مواجهة الأتليتي ناشي محمد الشحات بيقول الأهلي أتليتكو مدريد فلومنينسي وأوكلاند سيتي وكنت توقع فريق عربي بدل فلومنينسي أو أوكلاند سيتي لا صعب فريق عربي لأن العين موجود مع نفس أو الهلاء العين في الرابع بالضبط سيف بيقول الأهلي سيتي بورتو أوكلاند والله يا جماعة يعني ربنا نسطر نشوف مجموعة إيجابية وجيدة وتساعد وتساهم الأهلي في التأهل بإذن الله للأدوار التالية أبو حميد أنا أشكرك شكرا يا سيد الحمد أعداء ممسوط معكم مع جبه النادي أهلي شكرا جدا ليك شكرا جزيلا فقرة حوارية مهمة جدا شوفنا السوشيال ميديا بتفكر إزاي واطروحات اللي بتتقال على السوشيال ميديا بالنسبة لبعض القضايا اللي بتمسي النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي وكل ما يتعلق بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا يتبدد اللقاء في برنامج ألتريند شكرا وإلى اللقاء